من المجهودات الحقيقة اللي بيبذلها الجهاز الطبي هو طبعا يمكن من تحديات مباراة سينبا دي مش بس انه اللعيبة طالعة من كاس العالم الأندية نشوة الفوز فترة كبيرة قوي مباراة وراء بعض طب هيبقوا عاملين ازاي في مباراة المريخ الحمد لله شفنا النتيجة وطبعا دلوقتي مباراة سينبا لكن كمان من التحديات اللي بنتكلم عليها كل يوم هي الحر الشديد الموجود في تنزانيا في الوقت ده فالدكتور احمد ابو عبلة الحقيقة طبيب الاهلي عمل برنامج خاص للعيبة الاهلي علشان يتأقلمه مع حالة التقس الشديد دي مع الحر الشديد اللي هناك ورتوبة اللي في تنزانيا قبل مواجهة السينبا وقال انه هو عمل برنامج للعيبة الاهلي علشان يتأقلمه مع المناخ ده بما لا يتعارض طبعا مع حالة الحظر اللي موجودة على بعثة الفريق هناك بسبب انتشار فيروس كورونا وقال ان احنا وضحنا للجهاز الفني وللإداري ضرورة ان اللعبين يتعرضوا لشمس لحرارة شديدة بعيدا عن غرف الإقامة دي على مدار الساعات اللي جاية قبل طبعا المباراة علشان هم يقدروا يتأقلموا مع الحر الشديد ده خاصة ان عدم بقاء اللعيبة في غرفهم بسبب كورونا وعدم مغادرتهم غير بس علشان يقدوا التمرين مش هيساعدهم في التأقلم مع المناخ الحر ده ورتوبة الشديدة بالشكل الكافي قبل المباراة وقال ان الجهاز وافق على منح اللعبين الساعات أطول بعيدا عن وقت التمرين علشان يقدروا يقضوها في أحد الأماكن المعقمة طبعا المفتوحة داخل فندق الإقامة علشان يتعرضوا للشمس والحالة الطقس الشديدة دي ورتوبة المرتفعة وما يبقاش الموضوع بالنسبة لهم صعب في المباراة يبقوا نزلين المباراة على أتم استعداد